سلام سلام و مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لانكم تكونوا باخر او الاخر و امركم هانيا اذا كنت جديد على القناة نقول لكم مرحبا بك و اذا كنت من انتار كيف العادر انتار دارك في حلقة انت عمل البرح واحد اللي قيلة جد جد قليلة ما عجبهاش الحال فدكش اللي حكيت ليكم على الشرح اللي اعطيت لي الشيعة و انا عارفاش كل ما عجبوش الحال ولكن هدي حقيقة ممكنش لها تخبه خليني ما نتعتلش عليكم و نقول لكم حضروا معي عقلكم و حتى قلبكم لانه الحكاية دي اليوم يا لها من حكاية و اغرنتوا بها لما قريثها و المسماتها و دابا لينها بتاع في شهر شوال سنة 35 للهجرة الناس بغت تخرج للحج باش يقدروا يدركوه الخوارج غد يمشوا للمدينة بغوا يقتلوا عثمان بن عفان جاء عبد الله بن سبا اختار 600 شخص من مصر و 600 من الكوفة و 600 من البصرة و غد يفرقهم على 4 دية الفرق و كل الفرقة كانت فيها 15 شخص و بدك يقسمهم على هذا الاساس لما وصلوا للمدينة اغلبية الناس خرجوا للحج و كان بقى علي بن ابي طالب و الزبير اللي هم كبار الصحابة و طلحة و الحسن و الحسين و المدينة كانت شبه فارغة اما عثمان بن عفان غد يخرج للحج قبل موسم الحج بايام فالموصلون للمدينة هد الخوارج و يقولوا لي هم هذا ا synchronousفض رق يقولوا لي على الزبير بن العوام و يقولوا لي ب Laurie ازله من ان ابي طالب و اختار 90ى كذا و ان انitor هذا الخلافة وانني اختار كبارك علينا constant وانت اللي غادي تكون خاليفة فهو بغى باش انهم اتفقوا في الخروج على سيدنا علي ومن بعد احتاروا باش كون يختاروا باش تبقى الفتنة والقتالة لما جاوا اهل مصر عند سيدنا علي قالوا ليه يا علي ان عثمان رمى صلحش خليفة لنا وان اخترناك خليفة على الميامين بغينا نبيعك شفهم سيدنا علي رضي الله عنه اللي كان قاسم فوق الفرص دياله نزل منه وقال لهم اما والله ان هذا الجيش الذي جئتم به انه ملعون على لسان رسول الله رجعوا لا صاحبكم الله نفس الكلام قالوا الزبير والطلحة وسبحان الله وغادي يجاوبوا كلهم بنفس الجواب وكان الهاما من عند المولى عز وجل غادي يرجعوا هالثلاثة ديال الفرق لعند عبدالله بن سابق وقالوا ليه عثمان بن عفان هو الخليفة شو قاسكت خربق علينا ما نشحش للخطة وقالوا ليه مشنو بغيتو قالوا لي بغنا نرجعوا فالرجوع ديالهم غادي يوصلوا لواحد المنطقة فاذا بثلاثة ديال الرجال فهد الوقت عبدالله بن سابق غادي يزور ثلاثة ديال الخطابات باسم عثمان بن عفان ودار فيها الخاتم ديال عثمان وقيل بلي انه زوره وكتب فيه من عثمان بن عفان الى والين في مصر يصلك هؤلاء الثوار فاذا وصلوا اليك فقطع عديهم وارجلهم وصلبهم بخلاف عثمان بن عفان هذه الرسالة بحالها غادي يكتبها الاهل الكوفة وبحالها غادي يكتبها الاهل البصرة وهدو اللي معاهم هدو الخطابات فاشكيدوزوا على الجيش تبدو تيقولوا بالغوات تحد ميقرب لنا عندنا خطابة سرية من عثمان بن عفان الى الوالد ديالكم فالناس نتعاكل منطقة غير يجروا مول هدو الرسالة ويحيدوها ليه ويحلوها ولما شافوا الخطاب المزور مكتب عليهم هما غادي يجهلوا ويمشوا ويجروا ويرجعوا للمدينة لكن هاد المرة بالحماس والهرج وجهل وفتنة على سيدنا عثمان غادي يدخلوا للمدينة بالليل وما تكبروا الله أكبر الله أكبر قال سيدنا علي والله ما قام أهل المدينة تلك الليلة إلا على صراخهم وتكبيرهم بحالة رهم جايين منتصرين غادي يدخلوا بالجهالة وغادي يحيطوا بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وغادي يحيطوا ببيت عثمان بن عفان غا يخرجوا الناس والصحابة وأهل المدينة فإذا بهذا الثوار حايتين ببيت سيدنا عثمان هنا الصحابة اجتمعوا ودخلوا على عثمان المغيرة وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وطلحة والزبير قالوا يا أمير المؤمنين غا نخيروك ما بين ثلاثة ديال الحويش يا إما تلبس الإحرام ديالك وتخرج حيتاش إذا شافوك محرم ما غيقربوش منك وغيقونوا احتراما للإحرام وإما تخرج للشام عند معاوية بن أبي سفيان حيتاش عنده قوة وغادي يحميك وإحنا غادي نقتلوهم وأما تأمرنا بلدابة أننا نوجههم ونقتلوهم قال يوم سيدنا عثمان بن عفان لا والله لا أفعل لا واحدة من تلك الثلاثة علش يا عثمان قال والله لو خرجت إليهم محرما لقتلوني حيتاش ما كيشوفوا فيا إلا الضلال وأما نذهب إلى معاوية والله لا نذهب إلى معاوية حتى يقول عني بأني خوار خواف وكيف أترك جوار النبي والمدينة وأنا بهذا العمر واللي كان أنا ذاك عمره 82 سنة أما اقتتالهم فلا والله لا يراق دم مرئ بسبب عثمان لقد عاهدني رسول الله عهدا وإني لم وفيه إياه إلى أن ألقاه على الحوض صابرة وهنا بين قوسين غادي نمشوا للرواية اللي كيرويها موسى الأشعري في الصحيح تيقول جئت مرة أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدته قالوا لي غادي تلقاه عند بئر روما وهذا البيئر كان في المزرعة طليت من باب المزرعة فإذا بيك ألقى الحبيب عليه الصلاة والسلام قالس ومنزل الرجلين ديولو في البئر تيقول أشعري أنا شفت الحبيب مرتاح وبحيد على الصداع ما بغيتش نزعجه فوقفت عند الباب دي المزرعة وعينته نفسي بوابا وقلت والله لا يدخلن أحدا على النبي أبدا مدم هو مرتاح صافي خليه وهو جاء أبو بكر بغي يدخل ومنعته في الغادي قال لي بغيت رسول الله قال لي ما تدخلش حتى تستأذين قال لي أبو بكر شكون عينك قال لي أنا ببوحدي قال لي واخ استأذيني يا رسول الله ندخل أشعري وقال لي رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام قال ليه أبو بكر يستأذينك قال ليه من وضعك على الباب قال لي راني يا رسول الله شفتك فراحة فوضعته نفسي عين قال لي حسنا فعلت شكون حدا الباب قال لي أبو بكر واش نقدن ليه قال لي إيئذن له بيدخول وبشره بالجنة الله الله مشال عنده قال لي رسول الله تيعطيك الإيد ندخل وتيبشرك بالجنة ندخل أبو بكر وقلس على اليمين ديالو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على الحافة ديال البئر وحتى هو نزل الرجلي بحر رسول الله شو يا جا سيدنا عمر تيقول الأشعري وأنا تنخاف من عمر حيثش قوي لما شتوقت ليه أنا عيان رسول الله ممنوع الدخول قال لي استأذن لي من رسول الله مشيت عن سيدنا محمد يا رسول الله إن عمر يستأذنك إيئذن لي عمر بالدخول وبشره بالجنة تيقول أبو موسى الأشعري تمنيت خوية يجي حيثش رسول الله قلست يبشر بالجنة كيقول قلست شو يا وهو عثمان بن عفان جاي مشيت استأذنت من رسول الله ولكن رسول الله سكت واحد اللحظة وقلت يا رسول الله إن عثمان يستأذنك قال لي الحبيب إئذن لي عثمان وبشره بالجنة على بل وتصيبه يدخل بيها الجنة خرجت لعند عثمان وقلت ليش نقال لك رسول الله فقال عثمان الله المستعان الله المستعان حسبي الله هو النعم الوكيل وهو يدخل وقلس في مقابل عمر وأبو بكر ورسول الله ودبا نرجع الأحداث انتع القصة دينا لما الصحابة حاولوا مع عثمان ولكن نرفض قال لي سيدنا علي رضي الله عنه شو نديره قال لي إنما لا يتدخلنا أحد حسبي الله ونعم الوكيل غلتفت علي للقبلة وقال اللهم اشهد أننا بذلنا ما في وسعنا وبدلنا جهدنا وهذا ما أمرنا له خليلتك وهنا أول عشرين يوم كان الحصار مشتد على بيت عثمان والثائرين المقصر بموسم الحج بدو تيحصروا على البيت ديروا أكثر وأكثر ومنعوا من الماء من الطعام قال أستحنفكم بالله أدخلوا علي ماء غد يدخلوا عليه ولكن كان أعزكم الله خانز تقول سيدنا علي رضي الله عنه شفت الماء اللي جابوا ليه والله لا تشربه بهائمون هو بتتيبكي قال سيدنا عثمان قال أحفر لكم بئر روما ويبشرني رسول الله ببئر مثل في الجنة وترسلوا لي ماء النتن وغد يعودوا جبوا ليه الماء لكان مالح دخلوا عليه رضي الله عنه وبدأ يشددوا الحصار حتى جاءت أم الحبيب رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وخبت واحد القربة دي الماء للبغلة دي لها وجاءت بغت تدخلوا على عثمان شافوا فيها وقطعوا الخطام دي البغلة دي لها أعزكم الله وطاحت ويغضب سيدنا علي وقال أسقطتم أمكم أسقطتم زوجة رسول الله أين عقولكم ويغضب غضب سيدنا علي ودخلوا الماء على عثمان وبزز منهم شرب رضي الله عنه وبدأوا كي حاصروا أكثر سيدنا علي وقف مجموعة من الناس باش يحرسوا الباب كالحسن والحسين وعبد الله بن عمر وغيرهم سيدنا عثمان رفض أنه شي حدي قاتل ولكن قال تبقوا على الباب فخرج سيدنا عثمان باش يصلي في المسجد خليفة المسلمين بغي يخرج يصلي وهو يجي واحد من هدوك ويقول له والله لا أقتلنك والله لا أضعن لحيتك في الأرض والله لا أمسحن بوجهك أرضان هذه شوفوا على جهل هذا صاحب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أطهر رجل عرفته البشرية والكون بأسره هذا الرجل بشر بالجنة شفتوا على جهل وهذا النعرى بقي عيش معنا إلى يومنا هذا واللي كنت تكلمت لكم عليه في الحلقة الماضية دي الشيعة سيدنا رسول الله يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والمعنى بحل شي واحد بغي يصيد مثلا شي غزالة ونيش عليها ديك القوة تحق السهم تيدخل في هذه الغزالة وكي يخرج منها بدون ما ينسق في ديك السهم شي حاجة من اللحم وهذا أرى ماشي كلامي ولا كلام شيوخ هذا كلام رسول الله سمعونا وركزونا لحظة جيد مؤثرة سيدنا عثمان بن عفان دخل للمنبر وطلع للمنبر رسول الله وشد في العصاد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام نضي واحد منهم وحيد ليه العصا هرسه على ظهره على ظهر سيدنا عثمان وقال لي اسكت ولا تحدثنا بحديث وفش هرس على سيدنا عثمان ديك العصا شوفوا القدرة الإلهية غادي تطير واحد الطريفة من ديك العصا اللي غادي تدخل في الرجل نتاع دك خينة وغادي تمرض لي وتقطعت لي ومات تخيلوا أي واحد شارك في القتل دي سيدنا عثمان كانت النهاية دي لهم منهم اللي تقتل منهم اللي تذبح منهم اللي سحب في الشوارع أو لكي يموت مجنون هاد الفتنة اللي دازت على المسلمين خلتهم حيرانين جمعوا الناس من جديد وداروا لي حصار جديد أنهم يمنعوا عثمان أنه يصلي بالمسلمين جاي يصلي مرة أخرى ويعود منعوه أشهد يوقعنا عثمان بدا كي يحس بليد الموضوع كبر وما خلاش الصحابة يتدخلوا كي يقول عضو الله بن عمر كنا قلسين عند رسول الله وكانت يحدثنا على الفتن وداز علينا واحد الرجل اللي هو ملثم وتيقول العلماء باللي أنه كان ذيك الوقت وقت البرد ذك شباش كان ذك الشخص ملثم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت كيتتكلم مع الصحابة وقال سيحدث لكم فتن لن ينجوا منهم إلا صاحب هذا القناع ومن كان معاه تيقول سيدنا عمر بن عبد الله فقمت بغيت نشد ذك الرجل نشوف شكون هو ولحقت عنيه وقلت أهو هو يا رسول الله هذا قال ليه نعم هو هو تيقول حيت ليه اللثام دياله فإذا به عثمان بن عفان لا الله قال لن ينجوا أحدا منها إلا هذا المقنع ومن كان معاه كتقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها أنها دخلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كتقول فدخل علينا عثمان وقال لي سيدنا رسول الله ادنوا مني يا عثمان وابتعدي يا عائشة تحنى عثمان من رسول الله فانكبع عليه فأخذ النبي تكلم في ادنه كتقول سيدتنا عائشة فأرى في وجه عثمان يتغير والرسول تيقول له أعقلت أفهمت أوعيت وهو تيقول عقلت يا رسول الله فهمت يا رسول الله كتقول عائشة وهو كيت نهب ثم قال ادنوا مني يا عثمان مرة أخرى بدتي كلم رسول الله وقال له أعقلت فهمت أوعيت قال نعم يا رسول الله غد يعود لي المرة الثالثة فلما رفع في الثالثة قال وعاه قلبي وسعمعته أذني وتيقنه قلبي قال لي سيدنا رسول الله اصبر والموعد الجنة شنو قال لي الله أعلم بهذا غد يدخلوا الثوار ويقولوا يا عثمان إنا نطالبك بأن تعتزل مبغي نكش كون خليفة قال لهم والله لا أنزع ثوبا أعطاه لي يا ربي وألبسني إياه ثوب الخلافة وحاصروا في المسجد بغي يصلي وما خلوش وبدأت يقول أفيكم أحد من رسول الله قالوا نعم نعم كين من الصحابة قال أفيكم علي قالوا نعم أفيكم الزبير قالوا نعم أفيكم طلحة قالوا نعم قال أتسمعينني يا أم المؤمنين يا عائشة واللي كانت في الحجرة ديالها قالت ليه أسمعك يا أمير المؤمنين وهو يقول أناشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يوم أن دخل المدينة وبنا من العطش ما بنا وقال من يشتري بئ الروم وله الجنة وله مثل البئر فيها فاشتريته بحر مالي وفرح بذلك رسول الله قالوا اللهم إن نشهد قال الحمد لله إذن كيف يمنعونني أن أشرب الماء لأرتوي به مرة أخرى قال يا أصحاب رسول الله أناشدكم الله والإسلام هل تذكرون أنني اشتريت بيت فلان ابن فلان ووسعت المسجد النبوي لهو مسجد رسول الله وبشرت ببيت في الجنة قالوا الله إنا نشهد قال الحمد لله قال لهم مناشدكم الله والإسلام أما تذكرون يوم ما صعدت على الجبل أنا ورسول الله وأبو بكر وعمر فاهتز جبل أحد وقال نبي اهدأ أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين قال اللهم نعم قال وهذا قبر نبيكم هذا قبر الصديق وهذا قبر عمر الشهيد الأول وأنا الشهيد الثاني اللهم لك الحمد عود قال لهم إني أسألكم بالله وأناشدكم بالله والإسلام أما تذكرون يوم قال رسول الله من يجهز جيش العسرة وهو واقف على المسجد يالو هذا فأتيته بتلتلاف ناقة ثم بتسعمائة ناقة وجهزت جيش العسرة وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم قالوا لي اللهم إنا نشهد اللهم إنا نشهد قال سيدنا عثمان علش كي منحوني أنني نصعد على منبر رسول الله ثم قال أين الزبير؟ قال لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين قال أسألك بالله هل سمعت رسول الله يوم قال كل منكم يأخذ بيد جليسه فأخذت بيد جليسي فكان رسول الله هو الذي عن يميني وقال عثمان جليسي في الدنيا وجليسي في الآخرة قال اللهم نعم اللهم نعم فقال الحمد لله ثم قال يا طلحة أسألك بالله أما سمعت رسول الله وهو يقول بأن عثمان شهيد قال اللهم نعم وقال الحمد لله ثم قال يا هائشة يا أم المؤمنين أنشدك بالله والإسلام أما تذكرين يوم دخلتي علينا أنا ورسول الله وكانت رجلي على رجلي وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو يقول أكتب يا عثيب وأنا أكتب الوحي بيدي قالت اللهم إني أشهد اللهم إني أشهد فقال الحمد لله إذن كيف تقتلونني والله لو قتلوني هؤلاء فلا يتحابون بعدي أبدا والله من قتلني سيموت مقتولا لا تسفك دمي لا تسفك دمي اللهم اشهد يا أصحاب رسول الله أني بريء مما قال هؤلاء وإني بريء حتى تلقوني على الصراط يدافع عني رسول الله فقال علي إئذن لنا بقتالهم قال أسألكم بالله لا تقاتلهم وانصرفوا إلى بيوتكم مشوا الناس لديورهم وبدوا الثوار كيحاصروا عثمان حتى اشتقد الحصار جمعوا الصحابة ومشوا لعنده وقالوا لي يا عثمان إننا نريد قتالهم فأذن لنا قال والله لا أأذن لكم ما خديش نعطيكم الإذن وجال عنده زيد وقال لي يا عثمان إن الأنصار لبسوا لباس الحرب وتيقلوا بلي كنا أنصار لرسول الله فاجعلنا أنصارا لك اليوم نقاتل عليك فقال لا والله لا والله لا يراق دم مرئ مسلمين بسبب عثمان لما وصل نهار الخميس الليلة دي الجمعة في 17 من دي الحجة غيتحرك جيش معاوية من الشام كتقول مرأة نائلة رضي الله عنها نام عثمان في مصلاة وقاموا وكيتبسم وكيدحك قلت لي ما يضحكك يا أمير المؤمنين قال يا نائلة إني نمت الآن فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال جوّعوك يا عثمان قلت نعم قال أعطشوك يا عثمان قلت نعم قال حاصروك يا عثمان قلت نعم قال يا عثمان اسبر ألا تحب أن تفتر معي غدا في الجنة الله مصلا لسيدنا محمد أنا وأبو بكر وعمر قال نعم يا رسول الله وناض رضي الله عنه وقال المرته إني صائم غدا سام رضي الله عنه هدك النهار أخذ المصحف دياله تيقرأ حتى وصل لي قوله تعالى في سورة البقرة فتيك فيك هم الله والسمع العليم وما يحرقوا الباب انتا داروا وداروا ونضت الزوجة دياله وقتله يا عثمان ائذل أن أخرج إليهم وأن أخلع حجاب شعري حيثاش العرب كانت إذا المرة خرجت شعرك كانوا يحترموها وقال لي لا والله يا ابنة عمي لا يروا ضفيرة منك أبدا دخلوا عليه وضربوا عثمان بالسيف على يديه اليمنى حتى تقطعت وقال لا إله إلا الله والله أكبر اللهم اشهد أن يد عثمان التي قطعت كتبت وحي نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا يدي هذه هي أول من كتبت سورة قاف وجد تقدم لي واحد الرجل آخر اللي غادي يضربوا على رأسه وطح على وجهه وخرج منه الدم اللي غادي يتشتت على المصحف سد سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو كان تقرأ سيكفيك هم الله والسمع العليم نطمرت نائلة ودفعتهم من عليه واقطعوا لها صباحة رضي الله عنها كان تقول طح عثمان وسمعتك يقرأ فسيكفيك هم الله وهو السمع العليم وهو تقول لا إله إلا الله لا تحزني يا نائلة إني سأفطر عند رسول الله وهو يطح رضي الله عنه وهزو المسلمون وصلوا عليها هذه الليلة ودفنا في مقبرة البقية واتقدم سيدنا علي وقال اللهم اشهد أنني بذلت كل ما في وسعي وجهدي للدفاع عنه ولكن أبا إلا أن يلقاك شهيدا مبرجا بدمه اللهم اشهد أن عثمان صبر كما أوصاه نبيك صلى الله عليه وسلم وكان يقول قبل موته اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشهد أني صبرت كما أوصاني نبيك وبدأ سيدنا علي تقرأ عليه ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرور متقابلين فحب رسول الله وآل بيته وصحابته عبادة فليشهد الله أني أحبهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهذه هي كانت حلقتنا الليلة فعلوا جرس القناة باش كيف نحط لكم جديد كنوا نتملوا للي كتصلوا به دمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام